بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن نعم وطبعا وقوع الآيات يزيد المؤمن يقينا يعني الإنسان لابد أن يعرف ما الذي يجعل الإيمان يزداد في قلبه فالإيمان مذهبوا أهل السنة سألك الله بنا بكم سبيلهم يزيد وينقص مما يزيد في الإيمان ويزيد في الطاعة رؤية الصالحة وهذه ثابتة في حديث جبرائيل كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبرائيل فهو يأتي جبرائيل تزيد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم للخير فدل على أن بعض الخلق صحبتهم لقاءهم الصناع منهم الجلوس معهم يزيد من عمل الإنسان في الطاعة وهذا يراه الإنسان في نفسه يعني حين يدخل الإنسان الحرم وليس في ذهنه إلا أن يصلي مثلا ركعتين فيرى أمامه عباد وربما كان هذا العابد شيخا كبيرا ويراه يركع الركعة بعد الركعة ويسبح التسبيح بعد التسبيح فيستحي المرء من نفسه كمن يدخل في رمضان وقد عزم على أن يصلي مع الإمام التسليم أو السليمتين أو ثلاث في الترويح فيرى أمامه كبار صنطاعني وربما بعضهم قادم من خارج البلاد يعني بعيد من تركيا من أندونوسيا من ديار المسلمين وقد احدودب ظهره وأنفق ماله فيرى فيستحي من الله فهؤلاء يعينون على الطاعة ليس هذا رياء هذا واحد مما يعين كذلك أن يرى الإنسان الآيات التي أخبر الله سلم أنها ستقع فيرىها واقعة فإذا رأىها يقول صدق الله ورسوله فيزيده إيمانه هذا أمر ثاني ما يذكر بالآخرة أي شيء يذكر بالآخرة رؤية ميت يحتضر القبور وإتيانها فهذا كله يذكر بالله جل وعلا يبين للإنسان ما آله وحاله ويزيد من إقدامه على الطاعة اشتركوا في القناة